بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضرتكم ساعات لحظات بتقابلنا في حياتنا نكرر نمسحها من ذكرياتنا بكامل قوانا وكل إقراضتنا بنمساها يمكن عشان عزبتنا ويمكن عشان من الألم موتتنا ويمكن عشان قلنا نلحق وننسى عشان ده اللي يمكن يطيب جروحنا وطبعا قرار بيبقى صعب ووجعنا ويا ما ضعفنا بعدها ورجعنا لكن في الحقيقة إن يوم بعد يوم بنقدر وننسى ونغلب ألمنا أحيانا يكون النسيان نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى لما نكون عايزين ننسى ونقوم حاجة ممكن تكون جرحتنا في حياتنا حاجة ممكن تكون تعبانة في حياتنا ذكرة مؤلمة وعايزين ننساها ومش عايزين نفتكرها داني وده بيبقى بقراضتنا لكن اللي بيبقى صعب قوي 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 إنك تنسى حاجة غصبة عنك يعني يمكن إحنا الصغيرين أحيانا نقول إحنا بقنا ننسى كتير قوي لكن في حاجة تانية بتبقى أقوى كمان من كده إنك تنسى حاجات كتير جدا موجودة في حياتك وتنسى أشخاص هم مهمين جدا عندك وتبقى مش عارفهم وتنسى أنت قاعد فين وأحيانا تنسى كمان أنت مين وده بنسمي الزهايمر وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله النهاردة مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي وأكيد برحبت صلاة حضراتكم وأسئلتكم ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة